موسيقى مشاهدين الكرام في كل مكان أهلا بكم في الموجزة الإخباري والبداية من حوض بحيرة شات فتح الوكيل الدائم للجنة حوض بحيرة شات محمد جدة جمع أمس أعمال الورشة التقييمية لكيفية استخدام مياه البحيرة والاستفادة منها المناسبة جرت بمقر الخلية الدائمة عباس بكر مصطفى يفصل لنا في التقرير التالي إن لجنة حوض بحيرة التشاد من اللجان الفاعلة التي تعمل لصالح وعيدادي وثيقة لتقاسم المياه ما بين دول الأوضاء في المنطقة لذا إن حوض بحيرة التشاد من أكبر منخفضات المائية في إفريقيا والتي تشترك فيها كل من دولة كامرون ونيجر ونيجيريا وإفريقيا الوسطى بالإضافة إلى البلاد الوكيل الدائم للجنة حوض بحيرة التشاد محمد تجان الجمع أكد في هديثه بدعوة إلى رفع القدرات والعناية الفاعلة لإدارة المياه والبيئة لحوض بحيرة التشاد وبناء عليه يناشد الجميع على الاهتمام المشترك الفاعلة والاستفادة من المعلومات الضرورية للمختصين إن هذه الدول قد قامت بتوقيع اتفاقية بوثيقة اعتمدتها هذه الدول الأعضاء منذ تاريخ الثاني والعشرون من مايو لعام 1964 بعاسمة الشادية فورتلامي آنذاكا وخلال هذه الهقبة التاريخية لم يصدر أي وثيقة توهي باستخدام المياه والاستفادة منه وهناك وثائق أخرى لإعداد برامج لحماية البيئة وتباشر اللجنة عملها في عام 1916 الأمر الذي جئ بهذه الدورة لإعداد برامج لتنمية حوض بحيرة التشادة وذلك بتميول من بنك الإفريقية للتنمية لأجل إعداد وثيقة سابقة وجعلها في حيز التنفيذ اشتركوا في القناة